لأسباب تقنية تأجل إرسال طائرة استطلاع بريطانية إلى أكرى عاصمة غانا بهدف تحرير أكثر من مئتي تلميذة اختطفت هنا مجموعة بوكو حرام في نيجيريا وفرت الطائرة إلى الهبوط في السنغال في وقت يواصل عسكريون بريطانيون عملهم على الميدان بالتنسيق مع خبراء أمريكيين وعسكريين نيجيريين وكانت المجموعة الخاطفة هددت ببيع التلميذات كسبايا إذا لم تفرج السلطات النيجيرية عن معتقلين من الحركة المتشددة التي شنت هجمات دامية ودخلت في صراع عنيف مع السلطات النيجيرية أحد ضحايا تلك الهجمات ينتقد السلطات النيجيرية ويقول للجماعة مختلف أنواع الأسلحة أما جيشنا الذي يفترض بأن يحمينا فأنه قريب جدا مننا ولكنه يرفض أن يدافع عنا فما الذي يمكننا فعله وفي العاصمة أبو جا تتواصل احتجاجات المتظاهرين المعبرة عن سخط تجاه الأعمال التي تقوم بها بوكو حرام آملين في أن يتم إرجاع الفتيات إلى ذويهم في أقرب الأوقات ترجمة نانسي قنقر